اشتركوا في القناة فاختبأ آدم ومرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة ومثل ما بيعملوا الولاد العصين لأوامر أهلهم بيتخبوا منهم هيك حاول آدم وحاول يتخبوا من خالقهم لكن الله نده لآدم وقاله وينك فرد وقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت فقال له مين عرفك إنك عريان أكلت من الشجرة اللي وصيتك إنه ما تاكل منه رد آدم وقال المرأة اللي جعلت معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت فقال الرب الإله للمرأة ما الذي فعلتي فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت ليش كان آدم وحوا بدون يتخبوا من الله؟ لأنه انغلطوا وليش جربوا يحطوا اللوم على غيرهم لما غلطوا؟ لأنه انشعروا بالعار آدم وحوا ما بقيوا عم يعكسوا صورة الله القدوس وبدل ما يعكسوا أداسة خلقهم ومحبته فهن عم يعكسوا هلأ تمرد الشيطان وكبريائه وهيك صار أول زوجين متل غصن مقطوع من شجرة حية فخطيتهم وصلتهم إنه تنقطع شركتهم مع ملك الكون وهيدا معناته إنه انصاروا ميتين روحيا وكمان خطيتهم فصلتهم عن مصدر الحياة الأبدية كأجساد هن بعدن عايشين بس من هيدا الوقت بلشت الشيخوخة تصيب الناس وقوة الموت بلشت توصل لأجسادهم شو سبب كل هيدا الموت والدمار؟ الخطيئة م اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر